اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يعيش العراق من تبعات الحكومات اللي جدت بعد الاحتلال او حكومات الاحتلال من سنة 2003 هاي حكومات تواجه اتهامات انه هي اهملت ملف الخدمات عدم يعني ما طورت شبكات الصرف الصحي في بغداد والمحافظات العراقية هذا الشيء اللي يتسبب بغرق الشوارع مع اقل موجة انطار والاكتفاء بتعطيل الدوام الرسمي محافظة البصرة اللي راح نبدأ بيها حلقتنا اليوم ما بيها الاستجابة الصحيحة للحاجة الملحة لتعطيل الدوام اليوم بسبب موجة الامطار اللي هطلت على المحافظة ابس هذا الشيء اللي فاقم من معاناة سكان البصرة خصوصا التلاميذ والطلاب وتسببت الامطار مثلا سقوط سقف احد الصفوف المدرسية في مدرسة كارفانية بقضاء القرنة بمحافظة البصرة ادى الى اصابة تلميذة بجروح اضافة عن غرق المدرسة بعد اشتياح مياه الامطار الى المدرسة تعال نشوف تعرفون انه احنا بالعراق ما عدنا الامكانية لبناء مدارس فاحنا عدنا مدارس كارفانية واحدة من مشاكل المدارس الكارفانية لعدم تحملها للتقلبات الجوية والمدارس الكارفانية هي اصلا الكارفانات تستخدم لشيء مؤقت يعني تلقون كارفان موجود امام بناية تستخدم للمكتب الهندسي للحرس للعمال مخزن حد ما تخلص البناية ان شاء الكارفان اما الجماعة بالعراق هاي المدارس صار الهسنين هاي المدارس مؤصلة متجذرة بالوضع بالمقابل عدنا عشرات بالمئات المشاريع المتلكية لبناء مدارس اخرى موجة الامطار الاخيرة تسببت من معاناة للتلاميذ بعد غرق الشوارع وتتعرفون الشوارع بالعراق بس تمتر الدنيا شي صير بيها الشوارع المحافظة اللي بالاصل تعاني من اهمال انهيار بنية تحتية خصوصا بقضاء القرنة يعني الوضع صار مأساوي ناس من البصرة من القضاء الدولة وصور لتلاميذ بيمشون ويسبحون بالوحل والبركة الطينية بعد ان غمرت المياه مياه الامطار اقصد الطرق والشوارع المحيطة بمدارسهم تعالوا طالبنا بقضاء القرنة يتخرج من المدرسة ياخذ بيها شهادة تسلق جبال طالبنا اللي يطب للمدرسة ياخذ بيها شهادة انه هو يواجه التقلبات الجوية وبجدارة لانه بالعالم بعيدا انه اكو باصات توصل منوى الى المدرسة بعيدا انه اكو شوارع نظيفة بعيدا ان طالب يطلع من بيته بهندام مرتب ملابسه نظيفة تكرمون الحذاء نظيف يوصل للمدرسة بنفس النظافة ويرجع للبيت بنفس النظافة اما جماعتنا بالعراق البنات اللي لابسات المريول المدرسي او الزي المدرسي اتطين الحذاء اللي هم لابسوه برجلهم اتطين الفقير اللي اللي حالته ما يقدر يشتري الابن جديد حتى الطين يعبر الى رجله فبعيدا عن الامراض بعيدا عن الوساخة بعيدا عن اللي دا يصير بعيدا عن النظافة اللي دا يصير بالمدرسة وهم دا يسبحون به جطين تخيلوا الحال شون دا يصير وشون دا يعيشون بالقرنة نبقى بقضاء القرنة سكانها طالبوا انه يتم اعلان القضاء منطقة منكوبة خصوصا بعد الامطار اللي شهدتها القضاء البارحة واليوم هواية من سكان القضاء استخدموا زوارق بلام مشاحف تانكيات حتى يتنقلون بالشوارع بعد غرق شوارع القضاء بالمي بعضهم اتهكم بشكل كوميدي او طريقته الخاصة على سوء الخدمات من خلال القاء شباك الصيد بوسط المي المتجمع بشوارع القضاء حتى يصيدون بشكل ساخر من الاوضاع المزرية اللي عيشها العراقيين خلال فترة حكومة الخدمة في عام الانجازات مثل ما اطلق عليها محمد الشهاء السوداني تهالوا شوف مبارك الله بكم محمد الله عدد يسمي والله ما قصرون السلام عليكم هذه الشارع ١١٤ بصرة القرنة منطقة الشرش الجلعة نعبر طلاب المشاحية يا والله ما يجي بطل بطل والله وقصر يتعبرت طلاب كلهم والله والنعم منكم جاي ينصف شبت روحوا بوي روح انصف هاي بصب اليوم دقنا صوب اليوم صموات بيها نعمة نعمة دقنا صوب اليوم روح 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 منصيط بالشارة هي مصر بس فرغان صادلة سمشة السمش اللي بالنهر شي يقول له يقول لهذا السمش بنشارع هذا حال أسعد العيداني حبيب قلبي لما تطلع وتتبجح وتقول احنا ما نحتاج نطي عطلة رسمية واحنا شبكات الصرف الصحي قادرة على استيعاب ماي المطر جاوبي الله وين القدرة ماتك وين قدرة المحافظة على مجابهة المطر هذا بس المطر زين تقدر تحاسب أبو دائرة المجاري تقدر تحاسب أي واحد أو أي مقاول نفذ مشروع خدمي بالمحافظة على ضوء تصريحك أنه المحافظة قادرة على مجابهة المطر في المحافظة هذا حتى يسعد العيداني واذا تردون التابعون الصور راح تلقون بغداد غرقانة ومن بغداد وانزل جو أغلب المحافظات وأغلب المناطق هي غرقانة ميا المطر أو مياه الأمطار تسببت بقطع الشوارع وغرقها وصلت المياه إلى المستشفيات وصلت إلى المراكز الصحية مثل اللي صار بمستشفى القرنة اللي غرق للمرة الثالثة خلال أسابيع أكدوا ناشطين أنه موجة المطر الغزيرة عرت شبكات الصرف الصحي اللي طالما تبجح أسعد عيداني محافظة بصرة بيها خلونا نشوف شلون بدت الصورة من المستشفى اليوم اشتركوا في القناة هذا الحال اليوم في قضاء القرنة بمحافظة البصرة اللي أسعد العيداني يرفض ينطيعط للناس وللطلاب ويقول إنه المحافظة قادرة على مجابهة المطر خالد حسن والله صرت مهزلة يا محافظة أعضاء مجلس النواب البصرة وينكم وين تصريحاتكم يومية واحدكم يصرف لطنعشي لقاءات الحمد لله اللي فضحكم البصراوي مع الأسف قضاء منكوب مظلوم لا مسؤول ولا شيخ ولا وجهاء الطالب بحق هذا القضاء المظلوم إلى متى هذا السكوت والظلم حسبنا الله ونعم الوكيل أبو مقتدى العراقي الحمد لله والشكر على نعمة المطر كشف المستور والظلم ومروان الخزعلي شر البلية ما يضحك العيدان يقول البصرة أحلى من دول الخليج في نظرة لأنه البصرة أحلى من دول الخليج لأنه البصرة بتزيد حسابات البنكية فبالتأكيد أخي العزيز البصرة بالنسبة إلى أحلى من دول الخليج لأنه إذا يريد يروح الدول الخليج فهو رح يصرف أو يفتح له مشروع حسب القانون فالوارد رح يكون ربع عشر اللي يقدر يأخذ من محافظة البصرة وهو محافظة أما بالنسبة إلي وإلك فلا الفرق شاسع ما بين دول الخليج وما بين البصرة وما بين ديقار وما بين ميسان وما بين واسط وما بين النجف وما بين كربلة وما بين بغداد لأنه لما تروح إلى دول الخليج رح تلقي خدمات لما تجي للعراق ما رح تلقي خدمات رح تلقي خدمات بكل شيء بضمنهن الدوائر الخدمية وبضمنهن الدوائر القضائية لما تباوع في مواقع الانترنت وفي صفحات النشر وتشوف أكو محكمة متنقلة وأكو مركز شرطة متنقل وأكو مركز صحي متنقل والكثير من الأمور لما تروح هناك وتشوف أنه الإقامة ماتك تقدم لها من جهاز اي تي ام حال حال جازل اي تي ام اللي تسحب مننا فلوس من البنك لما تروح وتشوف الراحة اللي عايشيها الناس هناك راح تشوف أكو فرق لأن انت عايش ببلد تمطر الدنيا تخاف تحتر الدنيا تخاف تمطر الدنيا تقول غرقنا ايجا الصيف وتقول بعد ما اكو مطر وما اكو غرق اكو مصايب ثانية فهي المشاكل اللي دي أصر بالعراق نطلع من الترد الخدمي في البصرة ونروح إلى ترد الأمن وسطوة الميليشيات بالبصرة العصابات المنفلتة بعدها مستمر بترويع الأهالي بالمدينة الغنية بالنفط لا لها رادع من القوات الأمنية ولا لها محاسب من قبل السلطات في ظل تواطئ مفضوح وياهم أصلا مواطن من أحد المواطني في البصرة تفاجئ بوجود عجلات دفع رباعية يستقلوها عناصر من ميليشيا العصائب البصرة قدام بيته ليش حتى يطلعوا بالقوة من البيت ليش لأنه يردون يستحوذون على البيت هذا المشهد اللي صار يتكرر بهواية من المناطق من دون أن تضع الحكومة أو الجهات الأمنية حد المثل هاي التصرفات اللي أصبحت في العراق حالة ممنهجة تعالوا نشوف هاي جماعين دعون بالعصائف جايين يهددون يردون يقولون احنا نكاتب وبية ما أعرف شيني شاشفني 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 لقد واقدون المراكز لقد صفعل هذا هو الحال بالبصرة ودا يصوره خدا ما خايف وتفقدون لماذا خايف لأنه هذا يقدر بس المواطن ما يقدر المواطن ما يقدر أن يدافع عن حقه ليش الطابو اسمها سند ملكية هذا الطابو حجة حجة كل مالك على ملكة بحيث لا أنت ولا أنا ولا أي قوة بالعالم نقدر نسلب شيء من مواطن بحجة من ضمنها سند الملكية لكن اليوم بالعراق هاي الحجة أصبحت باطلة ليش؟ لأن هؤلاء المتنعمين بالسلطة أذناء بالسلطة صاروا يبطلون هذه الحجج والأمثال كثيرة بالعراق من شمالها إلى جنوبها لاستيلاء الميليشيات على أملاك المواطنين بل حتى على أملاك الدولة بل حتى على أوقاف المسلمين ما بقعدهم رادع لشيء بالبصرة ما سلموا الناشطين من اعتداءات ميليشيا العصائب اللي ديتنام دورها بشكل ملفت للأنظار بشكل مطبيعي بشكل غريب وأصبحت هي اللي تتحكم بمقدرات المدينة تقصي كل صوت يحاول توجيه الانتقاد إلها أو الممارساتها اللي حولت البصرة إلى ضيعة بديحة عدنا ناشط اسمه علاء التميمين من محافظة البصرة يتعرض إلى اعتداء بالضرب بمنطقة الطويسة على يد مسؤول العصائب سمير مجيد حسين البطي ويا عدد من المرافقين بمشهد صار يظهر حجم الانفلات الأمني بالبصرة سمير الحدان نجح تدح لي سمير الحدان هو عصابة البطي سمير البطي سمير البطي يا ونيد أجا كداني سمير البطي سمير البطي امشي امشوا عيران سواد كمزرهم امشي يلا 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 عبيد عبيد يغان يلا عصابات وين الحكومة وين القانون قبل قليل واقف على الشهر عجة سمير البطي هو وحمايته ومجرد علقنا قلنا القانون لازم يطبق على الكل وريد قوة الدولة بالبصرة يا أخي ردنا قوة الدولة شوفوا مثل ما شمون من الطالة وشردهم من الطالة يشملون عليهم طالة بصوانداتهم والله يب عليكم قائل شرطة البصرة حملك مسؤولية حمايتي السيد مدير المكافحة السادة بالاستخبارات وضعنا في خطر كناشطين كمواطنين بسمن بالقرآن اجا واحتدوا علينا ووثقت هاي المشاهد وضع البصرة في خطر يردون يركمون على القانون ويعدمون كلمة الحق هذا سمير البطي واني احمل وزير الداخلية وحمل رئيس مجلس الوزراء وحمل المحافظين مسؤولية اي ناشط مبس علاء لانه الناشط اليوم اللي قاعد يطلع وقاعد يوثق هو ما دا يوثق شيء من الخيال بس هم ما يردوا يطلع ويوثق ليش لانه دا يفضحهم دا يفضحهم ودا يفضح فسادهم ودا يفضح الدمار اللي هم عايشين به فهم رافضين علاء ورافضين غير من الناشطين لانه دا يفضح وكهواية من الناشطين اصبحوا جوه التراب بسبب انه هو دا يفضح وهم ما يردون هذا الشيء فاني احمل عبدالامير الشمري محمد الشياء السوداني وكافة المحافظين من شمال العراق الى جنوبه امان وحماية اي ناشط بالعراق لانه الناشطين اليوم اللي بالعراق اللي دا يطلعون هو ما دا يصور لك فيلم خيالي عن الفضاء مشابه لفيلم ستار ترك لا هو دا يصور لك الفساد بالبلد وديصور تلاعبهم بقوت الشعب وديصور تلاعبهم بالمال العام وديصور هدر المال العام وديصور الظلم والحيف اللي دا تتعرض له شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي الناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك علي المحمداوي اسعد العيداني وين مو رئيس اللجنة الامنية وين وزارة الداخلية لو بس على الفقير وابو الدراجة اللي طالع على باب الله اتركوهون وراه محمد علي ميليشيات منفلتة امام انظار الدولة لا حول ولا قوة الا بالله حسين الجابر صويح الى متى بالعراق استغلال الحزب واستغلال المناصب العسكرية والمدنية لامور ما انزل الله بها من سلطان مصطفى النفطاوي نحمل قائل شرطة البصرة ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة اسعد العيداني وجميع النواب في البصرة مسؤولية ما حصل للناشط المدني الاخ ابو حسن التميمي فكان هذا تعليق الناس على قضية تغول الميليشيات في العراق بشكل عام وفي محافظة البصرة بشكل خاص ابو عمر من بغداد حياك الله يا كلا استاذ افد وتحياتي القناة الرافدين واستاذ المشاهدين الكرام استاذ افد احنا دنشوف تغول الميليشيات من الفين وثلاثة لحد الان يعني نشوف ما يرضي الميليشيات ويرضي زعماء الميليشيات بانه يعني تستفحل يوم بعد يوم والسبب بانه ارضاء الميليشيات وارضاء ايران نفس الوقت ليش لانه احنا ما عدنا دولة ما عدنا وزارة داخلية دنشوف الاستهلاع على الاراضي الناس وعلى دور العقارات دنشوف على يعني قتل الناشطين قتل المتظاهرين وبكل الامور هالي دنشوفها يعني مضطية صلاحية وكأنما وزارة الداخلية ما عدنا وزارة الداخلية تقول للأحزاب روحوا شا سووا يعني اللي يفريدونه سووا بيعوا الاراضي هجروا العالم قتلوا العالم هذا اللي يعرف محمد الشاع السودان ويذري كل زين لانه احنا العراق بالاسف ما يمتل كلام محمد الشاع السودان ولا لبقبله احنا اليوم سلطة احزاب اللي هي دمرت العراق دمرت ابناء الشعب العراقي من الزين وثلاثين لحد الان هذي يوم ماكوا رادة قدنا لهذه الأحزاب اللي قاعدة تستولي على دول الأراضي إذا كان ببغداد إذا كان بالدورة بأي مناطق كانت فللأسف يعني وين الحرية وين احترام المواطن وين القانون العراقي وين الدستور اللي يخلوه يعني احنا العراقيين نفقى مهددين من قبل هاي الأحزاب وهاي الميليشيات يعني على غفلة طبوا الميليشيات بأي بيت بأي قطعة أراضي هجروا العالم اخذوا الأراضي باعوها للاسف احنا والميليشيات هذه المطروض وزارة الداخلية تخلي حاج وإلا تلغي وزارة الداخلية وتصبح إنه وزارات الميليشيات ووزارات الأحزاب احنا للاسف ما طول هاي الأحزاب هاي الميليشيات مصيطرة على البلد فاحنا البلد ما يتقدم ولا إلا سيادة ولا إلا قانون ما زالت هاي الميليشيات ورئيس الوزراء مجرد شماعة يعني اسمه بالحصاد ومنجلة مكتوب فللأسف نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هاي الميليشيات وهاي الأحزاب خاصة الزعمال الميليشيات هاي العامري وقيس الغزعني وكل هما ذول الميليشيات اللي جابتهم إيران وجابتهم على الدبابة نتمنى أن يكون نخلص من عزوم حكومة جديدة قوية اتمثل هاي الشعب العراقي وترد رهيبتها وترد وزارة الداخل هي الهيبتها مو مثل الآن الشمري وغيره وربعة ليشوفون اللي قاعد يصير بمناء الشعب العراقي والمواطن ما يقدر يشتكي أي جهة أمنية لأنه الميليشيات فوق القانون فوق الجميع وفوق القضاء فللأسف للأسف إحنا ما يكون عندنا سيادة إلا إنهاء هاي الميليشيات وإنهاء سلطة الأحزاب وتحياتي يعاني تقريبا مليون عراقي من الإصابة بمرض الفشل الكيلوي ربي شافيهم أجمعين يعانون ذولا من نقص العلاجات اللازمة تهالك النظام الصحي وانهيار المنظومة الصحية بالعراق بشكل تام إضافة عن انتظار المرضى لأيام لأجل العلاج وهذا ما يقدر ينتظر بسبب أولا عدم توفر أسرة بالمستشفيات بمقارنة بأعداد المرضى إضافة إلى نقص بالكادر الطبي الذي يعمل في قضيتهم إضافة إلى رحلة علاج متعثرة ما بين المستشفيات والمراكز الحكومية مرضى الفشل الكيلوي يعانون من نقص السائل المستخدم في غسيل الكيلة والليسمى السائل البريتوني بسبب فشل وزارة الصحة في تأمين مواد ومتطلبات عمليات الغسيل وأكو صور من مستشفى الكندي أظهرت تكدس ردهد غسيل الكيلة بالمرضى لعدم توفر مستزمات الغسيل في مشهدي ذلل حجم الانهيار الصحي في العراق تهتبشو مستشفى الوزراء وزير الصحة عمليات الغسيل ستنوت من الساعة الثمانية الغسيل ناس مورمة وناس تنجي وناس عرغسل الكلة معهدهم موعد مختلفين الشركات بياناتهم ومقفين التجهي يوم المرضى يوم المدير المستشفى يقول هسه ويتجيل موعد سعالاتي 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 طعوه لغة لو ما كانت موجودة قطعوهن تعالي لبار مال الدين ماكو قلت عني صار شهرين روحي سريمه لابره من بره ونزلت لابينه لك هذا الحال بمستشفى الكندي اكو مسؤول بوزارة الصحة يقدر مسؤول بوزارة الصحة رفض الرفض الكشف عن اسمه انه اكو اكثر من نص مليون حالة نشطة من الجنسين لمرض الفشل كيلوي بعموم المحافظات العراقية معظمهم ممن جاوزوا سن الاربعين وما فوق ويعزوا هذا المسؤول هذا الى الواقع انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط التم وتزايد تناول الادوية والمشروبات الغازية الى جانب مشاكل تلوث المياه وجودته بسبب التنقية السيئة للمياه واكد انه الرعاية المجانية لمرض الفشل الكيلوي ليست بالمستوى المطلوب ويقول يزداد عدد بشكل مستمر في حين انه عدد الاسرة والكوادر الطبية مو كافي اصلا للي موجود مولي دايزيد هذا اضافة الى العلاج اللي هو مع تزايد عدد الاصابات خصوصا انه المريض احتاج الى ثلاث جلسات لغسل الكيلة والتصفية بالاسبوع الواحد وفي ظل هذا الاهمال يضطر هواية من المرضى ان يتوجهون الى مستشفىات اهلية لكن العدد الاكبر منهم ما يقدر يامن لفلوس اللازمة حتى يروح يقسل الكيلة بمستشفى اهلية هذا اللي يضطر هو مرافقة ان يتوجه الى المستشفى الحكومية ويصور لنا مناشدات لحكومة لعلها تلتفت لهم تعالوا نسمع مستشفى الكندي غسل كده هذا على الشهزة مع الناس كده من تغيب غضمي سالة من الصباح الى الشهزة تغيبت موضع يعني ما يغسل الان هنا يصير انه هون مارك ويقول لك اروح لو تغسل بالاهلية تغسل غير المستشفى كيف كنت يعني الغسل المال الاهلية ببارقة الغسل يعني هو تحتاج ثلاث غسلات في الاسبوع يعني ثلاث لقاط هذه المستشفى هذا الحال اللي تشوفوا اليوم في مستشفى الكندي هذا الحال هذا حال مو مو جديد هذا الحال من زمان هاي المشاكل من زمان لكن ما اكو واحد بيتابع الموضوع ويقرأ ناس علقت محمد عبد الرزاق يقول المفروض من الدولة اي مريض يكون الاهتمام وصرف من اموال الدولة الفشل كلا والسرطان وغيرها من الامراض قحطان لغريري يقول والله واقع مريض في عموم البلاد وهذا واجب الدولة وحقوق ابن البلاد على بلاده لكن الشكوى لله حسمنا الله ونعم الوكيل وسيد محمود الموسوي والله ما عدنا امكانية نغسل بسبوع مرتيا نريد مساعدة من الدولة الى اصحاب الفشل الكلاوي انقذونا جزاكم الله نريد مبالغ مالية للعلاج والغسل أبرت رتيلي يقول الله يشاهد في كل مريض يعاني من هذا المرض المؤذي فكان هذا تعليق الناس على قضية معانات وتفاقم معانات مرضى الفشل الكلاوي في العراق نتيجة انعدام وجود المراكز الصحية اللازمة انعدام وجود الاسرة وانعدام وجود الاجهزة اضافة الى العلاجات اللازمة وغلاءها في المستشفيات الاهلية فضائح وزارة التجارة فيما يخص الحصة التموينية بالعراق مستمر وصار مشهد استلام المواطن العراقي اللي يحصتها بشكل شهري هي بمثابة فضيحة بحد ذاته لما بهاي الحصة من مفردات غير صالحة للاستهلاك البشري اضافة الى انه غير صالح للاستهلاك الحيواني ايضا اجلكم الله تفاجأ مواطن من نوعية مادة المعكرونة اللي توزعت على اسرته بعد استلام الحصة التموينية واللي اكد انه هي غير صالحة للاستهلاك البشري المعكرونة اللي تم توزيعها مع مفردات البطاقة التموينية هياته هس السلة من الحصة التموينية بس باوح بس بعض يعني هاي معكرونة ما العائلة بيها خمس نفرات بشرفكم شنو حصار لك بالحصار ما صار عدنا هيتش بس باوح هاي معكرونة ما الخمس نفرات هس السلة من الحصة التموينية بس باوح بس بعض يعني هاي معكرونة ما العائلة بيها خمس نفرات بشرفكم شنو حصار لك بالحصار ما صار عدنا هيتش بعيدا عن الأرداء من النوعية خمس نفرات نعطيهم بما يقارب كيلو يعني المواطن العراقي حسته بشهر 200 غرام وال200 غرام هو قلاس إذا يقسم مع الشهر يوميا يأكل مع كورونايتين ويقول لا يمكن الحكومة العراقية تريد تسوي دايت إلى كافة أبناء الشعب العراقي بطريقتها الخاصة قلت لكم العراقين تعودوا على فضائح الحصة التوينية ورداءة المواد الغذائية اللي تم استيرادها عن طريق وزارة التجارة ومو مستغرب نهائيا أن يتم تداول صور لرداءة مواد موزعة عليهم واللي تجلبها الحكومة من أسوأ المناشئ واللي ما تصلح في أحسن الأحوال أن تكون علف للحيوانات أجلكم الله مثل ما يعبرون العراقين مواطن من ديقار صور النهاي الشهادة نوعية الرز اللي تم توزيعها في الحصة التموينية هذا التموين تطي وزارة التجارة للمواطن العراقي الحيوان المطي أوزنيهم يستنكب ياخله والمواطن العراقي ما عندنا جاياخل أنا أتحدد شكه مسؤول شكه رأس كبير بالدولة من رئيس جمهورية إلى رئيس وجراه إلى المندلاء الجديد رئيس البرلمان يقدر يبدل هذا التمويني رئيس شركة شركة الأويس إذا أكو زلمه إذا أكو غيره إذا أكو شرف تبدلون هذا التمويني والكم الله عب والله مخازي والله الحظيم المطمى يا أكله هذا التمويني جاي تطينا للمواطن المسكين اللي حكمته قوة أتحدد زلميه زلميكا أي يمد روح على نفسه ويقلب نفسه ويقول أنا أزلمه خلنا أطبع على وزارة التجارة ليس يمدمر الشعب العراقي ويبدل هذا التموين أنتو تعرفوني حصة تموينية وجدتها وزارة التجارة مع بداية فرض الحصار للاقتصادي الغاشم من قبل وداية المتحدة الأمريكية في التسعين وأول وجبة حصة تموينية سنة التسعين بعدها فترة معينة مخازن الأرز لأنه كان العراقي يستخدم طريقة الجفر والجفر اللي يحفرون يلقعوا يضمون بها خوفه من أي ضربة للسائلوات أصيبت الحبات التمن في مرض يسمى التفحم أنه التمناء ينفحم من جوه ما حد يقدر يأكلها مع ذلك ما توزعت عن الناس وتلفت وجابوا لنا تمام من غير مكان أنا أردس عن السؤال هاي الشركة القويس اللي قاعد يحكي عليها الناشط أكثر من مقطع في برنامج صوتكم وفي غير برنامج صوتكم حجت الناس عن هاي الشركة واللي قالوا أنه وزارة التجارة ضحكت على المواطنين العراقيين وكل اللي سواتها قبل ثلاثة شهر أربعة شهر أنه اتفقت ويا الشركة يغيرون اللوغو كان القونية بيضة صارت قونية بيضة وفيها شعار أصفر وأخضر السؤال إحنا المشكلة مو باللوغو ولا بالشركة إحنا المشكلة باللي موجودة والقونية السؤال اللي أريد أطرحه إلى البرلمان كونه سلطة رقابية والتشريعية إلى القضاء كونه هو الذي حاسب وإلى مجلس الوزراء كونه سلطة تنفيذية أنتوا تعرفون أنه هذا التمن غير صالح للاستخدام بشري وتعرفون أنه الطحين اللي يتوزع سيال وتعرفون أنه الفاصولية والعدس وغيرها ومن البقوليات مقاملة ومدودة لو ما تعرفون إذا ما تعرفون الله يخليكم شوفوا الفيديوهات ما الناس على المواقع وشوفوا شونه ديتوزع لهم وإذا كان هذا الشي أنتم تدرون بيروحوا دوروا وشوفوا ليش ديت الناس يجد تاكل أما إذا أنتم تدرون وعدكم تربح من وراء هذه القضية فبقى تسال فيهم الشعب نوفى للناصر تم فاخر درجة أولى للحيوانات بعش الريد عاشت الحكومة الرشيدة بأت الكيلو ب300 وأحمد جنام الخفاجي فعلاً ما ينوكل حتى الحيوانات ما تأكله لأن محمد محمود ما يفي تشلسة وبي لا ينوكل لا ينطبخ هذا وراء بلوة تطلع بعدياً وأبو حسام هذا تمن يأكله وزير التجارة أو أي مسؤول في وزارة التجارة طبعاً ما يأكله يأكله بس المواطن الفقير نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد ومرتشي سرق أموال الشعب أبو سميه من الأنبار حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيد الكريم مسألة فساد الأغذية المستوردة على مستوى وزارة التجارة هذا الأمر ليس جديداً وأصبح محتاداً لدولة تستخف بأرواح شعبها فما دامت تستخف بأرواح شعبها فإن الأمر بالنسبة لها أمر معتاز بل ربما في مقاييسهم لا يعد فساداً لأن هذا ديدنهم وهو قدث المواطن بأي طريقة كانت إذا لم تكن باستلاح فتكون بطريقة أخرى السيد الكريم هذا الأمر يعني مسألة الغداء يعني في الدول النامية أصبح أمراً أمراً اعتيادياً أصبح أمراً سهلاً وأصبح أمراً مفتدلاً ومعروفاً أن الاعتناء بالغذاء أصبح أمراً معروفاً ومقبولاً عند الناس واعتيادياً ولا يحتاج إلى تقنيات وإلى غيرها لكن هذه الحكومة لا تلجأ إلى التقنيات ولا تلجأ إلى الضمير أولاً لو زرت كثيراً من الدول الأوروبية ودخلت لبعض المطاعم يقدمون أغذية صحية لكن هناك أغذية فيها مواد معدلة وراثية فتراه يحذر الناس أن هناك أغذية معدلة وراثية حرصاً على حياة المواطن أما هؤلاء يا سيد الكريم فهذا الأمر يفرحهم لأنهم كما أسلفنا يريدون قتل المواطن باستلاح أو بالقهر أو بالذل أو بالمواد الفاسدة ومهما تدعوا أننا سوف نصلح وسوف وحاسبنا ولجلت كذا ولجلت كذا فأن الأمر معتاد عندهم ومهما قتلوا من المواطنين فأن الملفات سوف تهمل وحياة المواطن سوف تذهب في مهب الريح في دولة لا تعرف القانون وشكراً للبرنامج شكراً شكراً لك أبو سمايا شككت أوساط سياسية وأمنية بجدوى حملة حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج يعتمد على شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين شون مواطن عند سلاح متوسط وثقيل هاي من أحكي بها ورما رزدت وزارة الداخلية بحكومة الإطار التنسيقي تقريباً 16 مليار دينار عراقي بواقع مليار أو أقل من مليار لكل محافظة متابعين قالوا أنه خصوصاً خبراء الأمن أنه هاي الحملة انولدت ميتها قبل أن تشرع الحكومة بتنفيذها بعد اعتمادها على المال كحافز لجمع السلاح في ظل استثناء الميليشيات والأحزاب والعشائر منها شنو الفايدة ما أدري إذا الميليشيات مستثناء والأحزاب مستثناء والعشائر المهم وماكو إحصاءات رسمية لعدد الأسلحة الغير مرخصة بالعراق لكن التقديرات تقول أنه تقريباً الأرقام متفاوتة ما بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف بما يعادل امتلاك 25% من أبناء الشعب العراقي لقطعة سلاح خفيفة متوسط وهو معدل مرتفع بالنسبة لعدد السكان البالغ عددهم مثل ما يقولون 43 مليون نسمة وتمتلق غالبية هذه الأسلحة الميليشيات بالبلد إلى جانب العشائر بينما يحرص العراقي أن يمتلق قطعة سلاح داخل بيته كأحدى الثقافات ما بعد الاحتلال عام 2003 ويضطرون للتفكير بالدفاع عن أنفسهم من الوصوص والاعتداءات المتوقعة في ظل الانفلات الأمني المتزايد بالبلد وعلى الرغم من أنه جاتوا حكومية ما أعلنت رسمياً حد الآن عن أسعار شراء السلاح من المواطنين لكن التصريعات لمسؤولين في وزارة الداخلية ما شاء الله يقول أن الأسعار المتوقعة لأسلحة فتحت شهية بعض المضاربين حتى يلقون فرصة ربح جديدة وتشير المعلومات والتقارير أنه اليوم يتحدث أن يتحدث أن يتحدث أن يتحدث أن يتحدث أن يتحدث أن يتحد اليوم ارتفعت أسعار السلاح في الأسواق ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي ركزلنا على هذه القضية في هذا الانفوغرافيك اللي راح نشوفه واللي عنوان الحملة المزعومة لحصر السلاح بيد الدولة تنعش أسواق تجارة الأسلحة في العراق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 مع تحياتنا لكم أخوكم جلال هنودي أو هنودي تدلل أستاذ جلال مشاهدين يا كرام مثل ما تلاحظون مشاكل العراق كثيرة ومصايب العراق كثيرة لكن مصايب العراق إذا فكرنا بها راح نلقيه أنه أساسها واحد المنبع واحد والجذر واحد فإذا نريد نقضي عليها لازم نحارب المنبع أو نحارب الأساس نار نار واشتعلت بمكان إذا جيت طفية الطرف من النار ظل النار توجد لأنه المركز مالتها بمكان ثاني أما إذا أخذت طفية تكون راحت للمركز وطفيتها من هناك وبدأت تنتشر إلى باقي الأماكن تقدر تسيطر على النار هذا اللي هو من المفترض أن نسويه أما اليوم اللي داي عيش بالعراق هو فعليا محترق بنار بس إحنا المشكلة الملتوعين وملتومين من هاي النار والشعب مدى يعرف الشهن يكافح هاي النار ففكروا بالمصدر وين؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله الثلاثاء بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس المواد ومواضيع جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة